هذا وتمضي العلاقات البحرينية الصينية نحو مزيد من النمو والتطور بفضل ما تشهده مسارات التعاون الثنائي من تقدم على كافة الأصعادة كما سهمت الزيارات المتبادلة بين الجانبين في تعزيز هذا التقارب سواء عبر بحث التعاون المشترك أو توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرة التفاهم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تحرص مملكة البحرين على بناء جسور التعاون وإيقامة الشراكات مع مختلف دول العالم علاقات التعاون تمتد إلى أقصى شرق آسيا وتحديدا جمهورية الصين الشعبية وكانت للزيارات المتبادلة التي قام بها جلالة ملك البلاد المعظم ورئيس جمهورية الصين الشعبية الأثر البالغة في تعزيز تلك العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب أثمر التعاون في أن تلعب مملكة البحرين دورا هما في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين كما سعت أيضا إلى تفعيل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين حيث تعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري للبحرين وأكبر مصدر للواردات ففي يوليو عام 2018 وقعت البحرين والصين مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة الحزام والطريق وفي أكتوبر عام 2023 وقعت البحرين والصين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة وتعمل البحرين حاليا على تطوير خطط واستراتيجيات مختلفة لجذب السياح والمستثمرين الصينيين إلى البحرين واشتذبت بالفعل بعضا من أكبر الأسماء الصينية إلى البحرين بما في ذلك شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العملاقة واوي وشركة الصينية الدولية للحاويات البحرية CIMC مجالات متنوعة عززت علاقات التعاون لأكثر من 35 عاما بين البلدين الصديقين إذ حظي أيضا القطاع الطبي بأهمية كبرى وكانت البحرين من بين أوائل الدول التي وافقت على الاستخدام الطارئ للقاحات الصينية الصنع في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا في السنوات الماضية مملكة البحرين تساهم دائما في دعم التضامن وجهود المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين والتصدي للتحديات العالمية وفق إيطار قائم على الاحترام وعدم التدخل في شؤون الدول مملكة البحرين تساهم دائما في دعم التدخل في شؤون الدوليين مملكة البحرين تساهم دائما في دعم التدخل في شؤون الدوليين